اشتركوا في القناة وصاحب سبو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها بالعلاقات البحرينية الاسرائيلية وما تشهده من تطور ونمو ولفت سعادة السفير إلى أن المنطقة مرت بالكثير من الصعوبات والتخديات معربا عن أمله بأنه رغم كل صعاب سيكون لهذه العلاقة تأثير إيجابي على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأجمعها يومنا الوطني هو إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ومثل ما غير المؤسس أحمد الفاتح مجرى التاريخ في منطقتنا منذ أكثر من مئتي عام فإن مملكتنا الرائدة تغير التاريخ اليوم أيضا بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤيته الثاقبة التي تهدف إلى شق طريقنا نحو السلام والازدهار والتعايش السلمي في المنطقة شكرا شكرا